تصريحات النجم محمود طبعا عبد الرازق شيكابالا أثارت جدل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي في كل المنصات الحقيقة شيكابالا نجم نادي الزمالك واللي دايما أي ظهور له على سواء الميديا أو السوشيال ميديا دي يثير الجدل وتصريحاته دايما بتبقى محط اهتمام سواء الجمهور نادي الزمالك أو الجمهور ناديه الجمهور الكرة المصرية بشكل عام عبد الرازق أو طبعا نجم محمود عبد الرازق شيكابالا كان على رأس تصريحاته أو يعني يمكن الأبرز ما بين تصريحاته ودعمه للقضية الفلسطينية وغزة تحديدا طبعا وإحداث غزة وقال بشكل مباشر أنه هو يعني بيدعم هذه القضية وأنه هو تمنى أنه يكون من الجيل اللي هيكون بيشهد على يعني تحرير الأرض وأنه يكون يعني متواجد وعايش ويعني إن شاء الله بإذن الله تكون أصحاب الأرض أو الأرض رجعت لأصحاب شيكابالا الحقيقة مواقفه الإنسانية طول الوقت يعني تتفق أو تختلف معاه هو فعلا رجل صاحب مواقف إنسانية بعيدا عن كرة القدم تماما يعني لو أنت متابع جيد لشيكابالا هتلاقي في مواقف كتير جدا كان أخذ يعني مواقف معلنة ومفاجرة يعني في أحداث بورسعيد ويعني زي ما إحنا كلنا عارفين طبعا رحم الله شهداء أحداث بورسعيد من قبل جمهور النادي الأهلي لقينا محمود شيكابالا أول واحد بيطلب أنه مباراة الزمالك والإسماعيلي تتوقف وأنه رفض استكمال هذه المباراة اعتراضا على اللي حصل في أحداث بورسعيد طبعا زي ما إحنا عارفين من عام 2012 يمكن ده من المواقف التحديدا الكبيرة جدا وزاد الجدل يعني زاد المردود الحقيقة مش الجدل المردود الإيجابي الكبير مع جمهور النادي الأهلي اللي يمكن ده طبعا جمهور الفريق المنافس أو غريمه التقليدي وعلى الرغم من أنه نجم شيكابالا بعض المواقف كان فيها ندية كبيرة بينه وبين جمهور النادي الأهلي إلا أنه المواقف ده تحديدا كان من المواقف الكبيرة جدا لللاعب والحقيقة أنه جمهور النادي الأهلي مش ممكن أبدا ينسى لشيكابالا وقفته مع شهداء بورسعيد ووجوده على شاشة قناة نادي الرسمية وإعلان دعمه الرسمي لجمهور النادي الأهلي وحزن الشديد والحقيقة أنه أيضا اتبرع بشكل مدي وبصفة مادية لأهالي شهداء بورسعيد ده من المواقف اللي احنا يمكن نفتكرها لشيكابالا واستكمالا طبعا عن كلامنا في مواقف تانية في ناشئ من نادي الزمالك الاسم محمد سعد ناشئ ده كان أعلن أنه هو أصيب بالسرطان والحقيقة أنه شيكابالا كان أول واحد موجود في المستشفى لدعم هذا اللاعب ويمكن كمان دعمه معنويا وماديا على فكرة يعني ده اللي ممكن يكون متقلش في الإعلام في هذا التوقيت ولكن الحقيقة أنه شيكابالا دعم هذا اللاعب معنويا وماديا من شكل كبير جدا والحقيقة أنه أسرة أسرة اللاعب أنا فاكرة وقتها احنا يمكن كنا متواصلين معاها هنا في اليوم السابع قالت وأعلنت أنه أكبر دعم لمحمد كان هو شيكابالا مواقف شيكابالا الإنسانية تاني بكرارنا مواقف شيكابالا الإنسانية الحقيقة ما تقدرش أبدا تنكرها سواء كنت أهلاوي أو سمالكاوي أو سمع اللاوي شيكابالا في الملعب حاجة وبرى الملعب حاجة تانية وإن كان طبعا للأمانة هو في الملعب فنيا لغوا برا عليه لعب واحد من أفضل اللاعبين اللي جم في جيله وموهبة كبيرة جدا والحقيقة أنه يمكن طبعا على الرغم من أنه يعني مشواره الاحترافي ما كانش الأفضل أو كان يستحق أكتر من كده الحقيقة شيكابالا في الملعب ولكن أيا كان مشوار شيكابالا في الملعب هو أعلن على فكرة أنه السنة الجاية هتكون آخر سنة له في الملعب وتتفق برضه أو تختلف مع أداء شيكابالا فنيا إلا أنه وجوده بيحيي يعني الجمهور بيحبه جمهور نازل زمالك بيحب شيكابالا بشكل كبير جدا سواء كان بيشارك أو مش بيشارك يعني أنا أتصور أنه لحظة اعتزال شيكابالا هتبقى لحظة يعني إنسانية مؤثرة جدا بينه وبين جمهور نازل زمالك لأنه الحقيقة لو جينا بصينا إيه السبب اللي يخلي جمهور نازل زمالك يحب شيكابالا تحديدا دون عن مواهب كتير ظهرت في نازل زمالك في الألفية الجديدة هلاقي إنه في وقت نادي الزمالك فنيا كان الأمور وقدريا كانت الأمور مش على ما يرام ولكن كان شيكابالا اللاعب الوحيد الوحيد في أرض الملعب اللي كان بيلعب بروح الزمالك فعلا يعني إنت لو سألت زمالكاوي إيه سر حبك في شيكابالا أقولك إنه كان موجود في وقت إن حقيقة ناس كتير جدا كانت بدأت تيأس إنه الزمالك ياخد بطولة أو تيأس إنه الزمالك يكسب في ديربي وهكذا كان شيكابالا موجود وكان شيكابالا هو المتنفس الوحيد لجمهور نادي الزمالك في هذا الوقت يعني لو أنا بتكلم لو أنا عايزة أحدث بالزبط كان الكلام ده إنت فأنا أقولك مثلا في الوقت تعملوا الجزين في الأهلي الوقت اللي كان كل البطولات رايحة للأهلي وكل الاستقرار عند الأهلي سواء كان إداري أو فني لأهلي على المستوى المحلي موجود وبطل الدوري طول الوقت وعلى المستوى القري أيضا كان بيحقق ألقاب كبيرة جدا وكان الزمالك في حالة في الوقت ده ما كانتش أفضل حاجة ولكن كان شيكابالا وحاقت الصد الوحيد لجمهور نادي الزمالك في الوقت ده الحقيقة أنه زي ما أقول لكم أنه السنة أو الوقت اللي هيعلم فيه شيكابالا اعتزاله أنا أتصور أنه هو هيكون هو الخبر الأسوأ لجمهور نادي الزمالك في وقته يعني أنا بشوف أنه يعني هو فنيا هو القدر يعني هو قال أنه هو أسس أنه هو مش هيقدر يدي في الملعب طبعا أكتر من كده الجسد لا يرحم كما قال ميسي وده طبعا عم لعبي العالم فأكيد يعني السن هو الشبح أو يعني الحاجة اللي ما بنقدرش نقف قصادها كتير وخصوصا في الملعب يعني إحنا اللاعب بيتجاوز التلاتين بيبدأ الأمر بيكون مختلف على المستوى البدني يعني مهما كان هو متأسس بدنيا الموضوع بيبصع تصرحات شيكابالا الحقيقة زي ما قلت لكم واللي إحنا طالعين اللايف ده وبنتكلم عنها فكرتنا بمواقفه الإنسانية وده اللي خلنا نتكلم أكتر عن شيكابالا ونتكلم عن السبب أو السبب الخقيقي في حب جمهور نادي الزمالك لشيكابالا على الرغم من هو برضو اللي بيحبه دايما بيقول أنه هو ظلم نفسه بعض الشيء في مشواره كان يستحق أكتر من كده لو كان فيه ثمة يعني أمور معينة في الملعب تم الالتزام بيها يعني مش هنتكلم طبعا عن الأمور السلبية في تقررنا ولكن الحقيقة أنه شيكابالا نجم تتفق أو تختلف على ده أهلاوي أو زمالكاوي ما ينفعش تكون ما استمتعتش في شيكابالا في يوم من الأيام وجوده مع منتخب مصر لو تنفتكر في روسيا كان تكليل لموهبة كبيرة في الملعب المصرية قد تكون ظلمة أو ظلم نفسه أي أن كان تقدير موقف شيكابالا في الملعب ولكن الحقيقة أنه وجوده مع منتخب مصر كان مثابة رد اعتبار شوية لمسيرة كبيرة وموهبة كبيرة جدا كان المفروض تاخد أكبر من حقها مفروض تاخد يعني حق أكبر من ذلك يمكن التصريح الأبرز واللي أنا شفت حتى على التايم لاين طول الوقت الناس بتريشير ليه أكتر حاجة أتكلم عنها هي فلسطين وكان قبل كده هو كان شير صورة للأحداث سؤال المقاومة ده يعني مثل هذه المواقف دايما بتتسجل على فكرة يعني ممكن وأنا شفت من أهلوية كتير فعلا على التايم لاين عندي فعلا مبهورين جدا متصرحتش كبيرة مبسوطين أنه في لاعب بدأ كلامه يمكن طبعا إحنا زي ما قلنا لكم تصرحاته الإعلامية في الساعات الأخيرة من مساء أمس كانت محطة هتمان كبير جدا لكل جمهور الكورة وأيضا كمان خلينا أقول لكم أنه يمكن كمان توقيت خروج شكبالة كان مهم بعد الفوز بالكومفيدرالية يمكن هو حتى طبعا ما كانش متواجد فيه قيمة لمباراة نهائية ولكن كان متواجد وكان مهتم أنه يحتفل مع أقرانه أو أصدقائه في الفريق ومع جمهور نادي الزمالك والحقيقة أنا أنا بقول لكم وأنا يعني فعلا واثقة أنه جمهور نادي الزمالك عايز يشوف شكبالة حتى لو ما بيلعبش عايز يشوفه في الملعب عايز يروح له عند المدرجات فالحقيقة مظاهرة الحب اللي طول الوقت ما بين شكبالة وجمهور نادي الزمالك هي تتدرس حتى وإن كان يعني بيبقى فيه بعض الهات وخد كده ما بين جمهور نادي الزمالك وجمهور نادي الأهلي فيما يخص مثلا الأرقام فجمهور الأهلي يقول لك ده أصليه ده أرقام جمهور الزمالك ما بيفكرش في حاجة تخصش كبالة غير أنه هو رجل صاحب مواقف وأنه هو موهبة فنية كبيرة جدا أو موهبة كروية كبيرة جدا داخل الملعب والحقيقة زي ما قلت لكم أنه لحظة اعتزال أو تعليق حزاؤه هتبقى لحظة صعبة جدا على يعني جمهور نادي الزمالك كمان أنا افتكارت دلوقتي يعني موقف إنساني كان كبير جدا برضو وتم يعني تكليله أو يعني تم التهليله في مواقع التواصل الاجتماعي مع كابتن مومن زكريا لما كان متواجد في إحدى البرامج وطلبوا من شكبالة أنه هو يكون متواجد بلا مقابل مادية وشكبالة تواجد فعلا بلا مقابل مدي وأعلن دعمه لكابتن مومن زكريا ومومن زكريا دايما بيقول إن شكبالة على تواصل كبير معاه لو تكلمنا عن مواقف شكبالة الإنسانية الحقيقة بعيدا عن الكرة مش هنوفي له حقه وإحنا طبعا بنحيي الأمانة لأنه أنا يعني أنا لما بنرسط دايما لعيد كرة بيكون عنده العقلية إنه هو يقدر يتكلم ويقول تصريحات في وقت يعني الناس كلها منتظرة والناس كلها عينها عليه فالحقيقة أنا بحييه لأنه خرج بتصريحات في وقت مناسب طبعا بالإضافة لأنه هو تمنى إنه إرادات السوبر الإفريقي تكون لصالح غزة وأهل غزة ولإعادة إعمار غزة أو لوقف العدوان أو يعني بيبقى امتنان مننا تجاه هذا الشعب الصامد الحقيقة ودي زي ما قلت لكم يعني خلت السوشيال ميديا حالة من الفرحة والإعجاب بتصريحات شيكابالة تجاه القضية الفلسطينية تحديدا لأنها طبعا زي ما احنا عارفين هي أم القضايا هذا كان تقرير عن مواقف شيكابالة الإنسانية حاولنا إنه إحنا نفتكر كل حاجة إيجابية عملها شيكابالة في حياته الحقيقة وهو عمل مواقف إيجابية كتير حلوة إحنا بنشكره عليها وبنشكره على تصريحاته الأخيرة تجاه القضية الفلسطينية ولسه مستمرين معاكم طبعا وتغطية طول على مدار اليوم طول اليوم معاكم هنا في تلفزيون اليوم السابع شكرا لكم إن شاء الله انتظرونا في تغطيات آخر